بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا فتتصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول وضع قوات الردع النووي في حالة التأهب انتباه العالم أجمع يعرف الجميع أنه محاولة مباشرة للضغط السياسي على خصومه في الغرب سواء أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية لكن تبقى المشكلة أن احتمال استخدام أي من الدول المتصارعة سلاحا نوويا يظل قائما وإن كان بعيدا نتحدث مع حضراتكم في هذا الفيديو عن سيناريو يوم القيامة ماذا لو قامت حرب نووية بين روسيا وحلف النيتو لمعرفة التفاصيل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية في مرحلة ما من تاريخ الحضارة البشرية يكون الاحتمال الضعيف جدا إلى أبعد حد جوهريا بسبب قدر الآثار المتوقعة المترتبة عليه في كتابه أسباب وأشخاص الصادر سنة 1984 يسأل الفيلسوف البريطاني ديريك بارفيت قائلا أيها أسوأ الانتقال من السلام إلى حرب نووية تقتل 90% من البشر أم الانتقال من حرب نووية تقتل 90% من البشر إلى حرب نووية تقتل 100% من البشر قد تقول إن الحالة الأولى بالطبع أسوأ لكن الحالة الثانية لا تعني قتل 10% من النس فقط بل تعني انقراض البشرية الذي سيكون في حد ذاته أسوأ بكثير لأنه يمنع وجود جميع الأجيال القادمة هذا الاحتمال الأخير أقل من سابقه لكنه أسوأ لدرجة تجعل من المهم أن نأخذه في الحسبان في هذا السياق يبرز مصطلح ساعة القيامة وهو اصطلاح رمزي تعبر عنه ساعة تشير إلى ما قبل منتصف الليل بعدة دقائق ابتكرت هذه الفكرة عام 1947 من قبل مجلس إدارة علماء الظرة التابعين لجامعة شيكاغو وهي تنذر بقرب نهاية العالم بسبب السباق الجاري بين الدول النووية خلال عامي 2015 و2020 حدث العلماء بيانات الساعة وحركت للأمام مئة ثانية ما يعني وجود احتمال أكبر لكارثة نووية أشار الباحثون إلى أنه رغم الوعي بالمخاطر النووية فإن كل دولة تمتلك سلاحا نوويا تحدث ترسانتها النووية حاليا وبشكل متسارع بينما نتحدث الآن يحوي العالم ما بين 15 إلى 18 ألف رأس حربي نووي عدة آلاف منها يمكن أن تكون جاهزة للإطلاق خلال من 5 إلى 15 دقيقة وفي استطلاع للخبراء في المؤتمر العالمي للمخاطر الكارثية في جامعة إكسفورد سنة 2008 قدر احتمال الإنقراض البشري الكامل بواسطة الأسلحة النووية بنسبة 1% خلال قرن بالطبع تعكس هذه النتائج الآراء المتوسطة لمجموعة من الخبراء وليست نموذجا تحليليا احتماليا قائما على عمل بحثي لكن الاحتمال مرة أخرى لا يزال قائما مهما بدى ضعيفا نتابع مع حضراتكم ما يتعلق بهذا السيناريو المرعب إنه يبدأ بقنبلة واحدة حسنا دعونا ندخل قليلا إلى ما يمكن أن يحدث في عالم الاحتمالات لنبدأ مثلا باحتمال بسيط يقول إن روسيا أو أي من دول حلف النيتو النووية بدأت بإطلاق صاروخ نووي واحد عابر للقرات وضرب مدينة متوسطة أو ربما كبيرة بحجم القاهرة مثلا ما الذي سيحدث في هذه الحالة؟ هذا احتمال شهدنا تحقيقه من قبل في حالتي هيروشيما ونجازاكي لو سقطت القنبلة في أحد شوارع مركز المدينة فستظهر خلال أقل من ثانية كرة من البلازمة الحارة جدا أكثر من الشمس وتبخر كل ما يوجد ضمن نطاق 2 إلى 3 كيلو مترات من مركز الانفجار حينما نستخدم لفظ تبخر فإننا نستخدم أدق وصف ممكن لما سيحدث كل شيء سيتبخر من بشر وأشياء ومنازل وسيارات وأشجار وغيرها بعد ذلك وخلال أقل من 20 ثانية لاحقة ستنطلق موجة حار رهائلة إلى دائرة قطرها من 25 إلى 30 كيلو مترا هنا لن يتبخر شيء لكن كل ما هو قابل للإحتراق سيحترق بما في ذلك البشر والأشجار والمنازل والمواد الفلاستيكية والملابس يتضمن ذلك أيضا موجة صدمية قادرة على هدم معظم المنازل في المنطقة أثر تلك الموجة سيكون أكبر من المرور خلال إعصار هائل من الدرجة الخامسة قد يصل عدد القتلى في هذه الضربة إلى نصف مليون إنسان مع ضعف هذا العدد من المصابين الذين لن يسعفوا لأن البنية التحتية دمرت لكن هذا ليس كل شيء نحن نتحدث عن التلوث الإشعاعي الذي سيمتد لنطاق عدة كيلو مترات إضافية بعد الدائرة السابقة قاتلا من خمسين لتسعين في المية من السكان خلال ساعات مع ارتفاع احتمالات الإصابة بأنواع متفرقة من السرطان في الأجيال التالية لمن تبقوا يلي ذلك انتشار واسع لما يسمى بالغبار النووي وهو الرماد المشع المتبقي الذي دفع به إلى الغلاف الجوي بعد الانفجار ويمكن أن ينتشر هذا الغبار لعدة مئات من الكيلو مترات من موقع الانفجار في حين أن معظم الجسيمات التي يحملها الغبار النووي تتحلل بسرعة فإن بعض الجسيمات المشعة سيكون لها أثر باق يتراوح من ثوان إلى بضعة أشهر أما بالنسبة لبعض النظائر المشعة فإن أثرها يدوم طويلا جدا ربما لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد الانفجار الأولي لكنه لا يتوقف عند واحدة فقط الخلاصة لا توجد في العالم كله دولة واحدة يمكن أن تتحمل آثار ضرب نووية على مدينة واحدة فقط لكن الأمر كما تعرف لا يتوقف عند ضربة واحدة فقط من سيتلقى أول ضربة لابد أن يرد بضربة أخرى كي ينتقم ويحصن الصراع لصالحه لمعرفة شكل تطور هذه الاحتمالية بنى الباحثون في إحدى الجامعات الأمريكية محاكاة تتطور خلالها حرب تقليدية بين روسيا والنيتو إلى حرب نووية عبر إدخال كم من هائل من البيانات المتاحة والاستخباراتية إلى المحاكاة وبافتراض أن الضربة الأولى ستكون من جانب روسيا تبدأ المحاكاة بضرب صاروخ باليستي نووي قادم من قاعدة في مركز كالينينجراد الروسية الواقعة في بولندا ولتوانيا على ساحل البلطيق مستهدفا قاعدة عسكرية توجد على الحدود البولندية الألمانية ردا على هذه الضربة تفترض المحاكاة أن النيتو لن يسكت سيطلق ضربة واحدة تكتيكية إلى قاعدة عسكرية على الحدود الروسية الغربية ستنطلق عبر قاذفة قنابل مسافرة من قاعدة تقع على الحدود بين ألمانيا وفرنسا ما سبق كان فقط ضربات نووية تحذيرية محدودة موجهة إلى قواعد عسكرية عادة ما تكون نائية عدد القتلى لن يكون كبيرا لكن المحاكاة تتوقع أن روسيا خلال ساعات قليلة ستطلق أول ضربة نووية حقيقية على دول النيتو تفترض المحاكاة أن ذلك سيتضمن قاذفات قنابل تحمل 300 رأس حربي نووي موجهة إلى مواقع عسكرية منتشرة في كل من أوروبا الرأس الحربي يشير إلى المادة المتفجرة النووية في هذه الحالة التي يحملها الصاروخ إلى الهدف من جانبه سيرد النيتو ب180 صاروخا نوويا حربيا إلى مناطق عسكرية حدودية وفي عمق الدولة الروسية تتوقع المحاكاة أن عدد الوفيات سيصل خلال ثلاث ساعة فقط من هذه المناورة إلى 2.5 مليون شخص هذا الرقم قليل بالمناسبة لسبب واحد وهو أن الحرب الآن ما زالت تستهدف المواقع العسكرية فقط في هذه الأثناء ستكون معظم المواقع العسكرية الأوروبية قد تدمرت هنا سيضرب النيتو ضربة كبرى مكونة من 600 رأس حربي نووي قادمة من الغواصات الحاملة للصواريخ النووية في محيط الولايات المتحدة الأمريكية لأن روسيا تعي أن هذه الضربة ستدمر بنيتها التحتية عسكريا فإنها ستطلق عددا قريبا من الرؤوس الحربية النووية قبل وصول تلك الضربات ستنطلق تلك الصواريخ النووية من العربات المتحركة تلك التي تحمل صواريخ مثل اليارس والتوبول ومن الغواصات ومن المراكز الثابتة على الأرض باتجاه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لأن الضربات ما زالت عسكرية وتستهدف مراكز عسكرية فإن عدد القتلى سيصل إلى 3.4 ملايين شخص في هذه الحالة لكن الأمر بحسب المحاكاة لن يستمر بهذه الوتيرة في مرحلة ما سيكون الرد باستهداف أكبر المدن كثافة في كل دولة مشاركة بالحرب تفترض البحاكاة أن الأمر سيبدأ باستهداف 30 مدينة هي الأكبر من حيث عدد السكان في كل طرف روسيا والنيتو وأي دولة أخرى ستشارك بنحو 10 إلى 15 رأسا حربيا نوويا لكل مدينة هنا سيتصاعد عدد القتلى إلى 85 مليون شخص خلال 3-4 ساعة فقط من لحظة الضرب مع ضعف هذا العدد من المصابين إنه السيناريو القاتل نفسه الذي شرحناه قبل قليل حينما تخيلنا لحظة سقوط قنبلة نووية في مدينة مزدحمة حرب نووية وأكثر لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد لفهم هذه الفكرة افترض فريق من الباحثين الأمريكيين أن حربا نووية إقليمية صغيرة نشأت بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان وضع العلماء 6.7 نموذجا لحرب تستخدم 100 رأس حربي نووي فقط كل منها يساوي قنبلة نووية صغيرة تعادل تلك التي ضربت هيروشيما وناجزاكي كشفت النتائج أن ذلك يمكن أن يضر بالمناخ العالمي لمدة عقد كامل على الأقل مع محو طبقة الأوزون حيث ستؤد الطاقة الناتجة منها إلى إطلاق نحو 5.5 ملايين طن من الكربون الأسود عاليا في الغلاف الجوي ما سيخفض مستوى درجات حرارة سطح الأرض فجأة إلى 1.5 درجة مئوية وهو أدنى مستوياته منذ أكثر من ألف عام تفترض الدراسة أن حربا كهذه ستدفع معظم مناطق أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط إلى اختبار فصول شتاء يكون متوسط الحرارة بها 2.5 إلى 6 درجات مئوية مع سقيع قاتل في جميع أنحاء العالم سيضرب مواسم نمو المحاصيل الزراعية تماما لمدة 10 إلى 40 يوما سنويا لعدة سنوات على الجانب الآخر فإن الرماد الكربوني في الأعلى سينطص الحرارة من الشمس مما سيؤدي إلى تسخين طبقات الجو العليا الأمر الذي سيدمر طبقة الأوزون مع الزمن ويسمح ذلك بوصول كميات أكبر بكثير من الأشعة فوق البنفسيجية إلى سطح الأرض بحيث تشكل تهديدا مباشرا لصحة الإنسان والزراعة والنظم البيئية على كل من اليابسة والماء في دراسة أخرى نشرها الاتحاد الجوفيزيائي الأمريكي تنبأت النتائج أنه يمكن للترسانات النووية الحالية التي قد تستخدم في الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أن تصنع حرائق هائلة على سطح الأرض سوف تتسبب في مجاعات عالمية في تقرير صدر عام 2013 خلص الباحثون من جمعية الأطباء الدوليون لمنع الحرب النووية إلى أن أكثر من ملياري شخص أي نحو ثلث سكان العالم سيكونون عرض لخطر المجاعة في حالة عدوث تبادل نووي إقليمي بين الهند وباكستان أو حتى باستخدام نسبة صغيرة من الأسلحة النووية التي تمتلكها أمريكا وروسيا سيلي ذلك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية مما سيؤثر على مئات الملايين من الأشخاص الضعفاء في أفقر دول العالم ما سبق لم يكن محاولة لإرعابك فكما قلنا منذ البداية الإحتمالات تظل ضئيلة لكن مجرد كونها موجودة مع كل هذا الأثر المتوقع الذي يهدد فعليا بحالة انقراض واسعة تشبه تلك التي حدثت بسبب مذنب ساقط قبل 65 مليون سنة وأنهت وجود الديناصورات يدفعنا للتساؤل لما تستمر هذه الإحتمالية من الأساس لما لم نتمكن من محويها تماما خلال 70 أو 80 سنة مضت منذ بداية العصر النووي رغم معرفتنا بالكوارث المتوقعة لما علينا في كل حرب أن نتخوف من وجودها لا نتصور أن مواطنا عاديا في دولة متقدمة أو متوسطة يرغب في أن تستمر تلك الإحتمالية قائمة ولو بقدر يسير في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمون بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر